هنا بفيلة الفنون في الرباط عاش زوارها أمسية شعرية دافئة قوامها الحب والعاطفة والتقاسم والروحانية قدم خلالها الفنان والشاعر قيس بن يحيا قراءات من مجموعته الشعرية الأولى كلمات متناطرة حب مضطرب عمل أدبي إبداعي يفيد بلاغة وعاطفة الشعر يمكنني من أن أكون على طبيعتي وأن أكون دائماً هذا الطفل الذي يطلق العينان لقلبه لتحدثي إلى الناس ويشاركهم مشاعره الحقيقية تحت تصفيقات جمهور من المعجبين ضم على الخصوص رجالاً ونساء من عالم الأدب قدم الشعر بن يحيا قراءات من ديوانه وعلى نغمات القيثارة الباعثة مبهجة حيناً وحالمة حيناً آخر حسب موضوع القصيدة سلم الجمهور نفسه لتجربة لغوية شاعرية حافلة بالصور والذكريات ودروس الحياة هو شخص ينتمي إلى عالم العلوم والتواصل والشعر والموسيقى في الوقت نفسه أجد هذه الوجهات المتعددة مثيرة للإعجاب يحلو لقيس بن يحيا أن يصف كتاباته بالتورية ليس بمعنى تمردها على القوانين أو القواعد المعمول بها وإنما باعتبارها تسمح للطفل الكبير الذي بداخله بالتعبير عن نفسه بحرية موضوعات يؤكد أنه لم يخترها عن قصد وإنما طفت على السطح في لحظة عاطفة أو تأمل موسيقى موسيقى موسيقى